السلام عليكم كثير من الاستغرب في المقطع الذي ستقوم بتحديد حماوس كيف تشغيل 4K و شاشة 10ATP 1440 هرتز يختصر موضوع كالتالي نفيديا عندهم خاصية اسمها DSR و امديا عندهم تقنية هذه بس مدرش اسمها عموما نفيديا تخش Control Panel تخش على Manage 3D Settings راح تلقى هناك DSR Factors تفاعلها تحط على 4X اللي هو native 4K resolution 3840x2160 تضغط صاح بعدين OK بعدين Apply خلاص كذا انت فعلت انه يمديك تشغل resolution 4K او اي resolution بشكل عام لو تضغط صح على كل الباقية خلاص يمديك تشغل اي resolution فوق شاشتك اللي هي 10ATP شي جدا رائع لكروت نفيديا انه يمديك تشغل ذا الريزولوشن العالي على شاشتك و تذوق بطاعمه حتى لو ما عندك شاشة 4K احلى ما في ذا الخاصية انا مدعمة من كروت نفيديا القديمة من 450 و 470 كروت جدا نازل قبل ابو 5-6 سنين و الى كروتها من حديثة زيال 10ATP اللي عندي طبعا تقول لي اوه هذا ما هو 4K حقيقي مدعمة لا هو 4K حقيقي و راح يستهلك من قوة الكرت 4K كأنه عندك شاشة 4K بالضبط اثبتت الكرام ذا بطريقتين الطريقة الاولى راحت على نفيديا شادو بلاي و خليتوا يسجل على اقوى رزولوشن موجود يعني في الانجام في اللعبة اللي هو يعني لما انحطيته 4K داخل اللعبة فبالتالي يصور لي المقطع شادو بلاي على 4K حقيقي لما انخرجت شاكت على الملف فالفيديو اللي تصور فعليا 4K نيتف 3840x2160 بيكسل و الطريقة الثانية عشان لاتبدا الموضوع دخلت بلاي كاب سواء و حطيت 4K الريزولوشن بعدين تصورت صورة ستيم و فعليا طلعت 4K فاللي عنده شاشة 4K حقيقي و تابع مقطع اللي فات لو يكبر المقطع و يحطوا على 4K ستكبر بيكسلات صحيحة على كل شاشة 4K اي نعم انا بالنسبة لي كواحدة ألعاب 30 اي تبي و لما نلعب على 4K ما راح يكون على بيكسل دينستي أو موضوع البيكسلات مضبوط لكن راح يكون محشورة في الشاشة التي تبي حقيقي و ممكن هذا شيء يعتبر بعض الناس حلو وتفاصيل اكثر وهو فعلا أوضح أوضح بكثرة من التني اي تبي لكن انا ما لعب على 4K 24 ساعة لكن حاليا كنت باجرب اداء قوة الكرت على 4K يعني لو كان عندك لحن شاشة 4K و شفت مقطع لها 4K حقيقي زي مقطع اللي فات راح تلاحظ انه على شاشة 4K راح يطلع مضبوط و كل بيكسل ياخذ حقه واضح جدا جميع الفريمات و البنشماركات اللي مستغولين يوريكم اياه على 4K حقيقية على 4K لان اللعبة تستهلك ذا الريزولوشن فعليا من الكرت حقي عن طريق خاصية ال DSR معلومة على السريع كذا اللي ما يعرف لان ذي حين 4K هو عبارة عن 4 شاشات تين اي تي بي 4 شاشات فل اتش دي فانت لو شغلت على 4K انت كأنك تشغل 4 شاشات قدامك فل اتش دي كلها يعني متخيل الريزولوشن قديش جامد وفيه تفاصيل قوية و لازم يحتاج يعني هورس باور احسنة يعني لازم كرت قوي اذا بتشغل على اكثر من 60 فريم التراسيز تخلينا نقول فالسلفة دي لازم تكون في الحسبان ننتقل من نقطة الثانية في ناس برضو قالوا انت ليش تاخذ ذلك كرت تشتريه وانت اصلا ما تلعب اللي على التين اي تي بي على فكر انا ما اشتريته وحطوه عليها تحت خطة ذي الكرت جاني من الفيديو لانتسوي عليه ريفيو بانش ماركات اداء اختبارات فانتظروا في مقطع الجا رح تشوفوا الاداء الكامل للكرت وبالضبط انا مستغرب زيك انه مارس لولي فاندرز اديشن انا توقعت ان يجيني فاندرز اديشن لكن جاني الجي وان جايميج اللي هو من جيقا بايت نسخة كاستوم تبريد حق جيقا بايت بالاكس ان كنت توقع التبريد العادي لحق الرفرس مدل اللي هو الفاندرز بس كويت انه جاني التبريد الاحترافي حق جيقا بايت وثلاث مراحلة للحرارة ومالحرارة وكذا تسأل الفراس يقول هل لا يرد الكرت بعد الاداء والمراجعات هذه قالوا لي لا ما ترد اخذ لك يبقى عندك للابد عموما جاني اتهمات كذا اوه انت قلت في مقطع قديم لك انه 760 اخترب عليك بسبب جيقا بايت وما نعرف اش اول شي دعنا نفرض انه جيقا بايت ابو كلبية بغض النظر عن فيها مشكلة او لا جاك واحد من الشارع كذا ما هو تعرفه واعطاك كرت جيقا بايت اللي في نظرك مخيص بترفضه؟ اكيد لا يا حبيبي قالت واحد من الشواب انه منشكشو جيقا بايت والله ما ارده يعني ماذا تتوقع اكيد انه باخذه لكن بالنسبة الهرجة جيقا بايت كيف يعني هل راح يخرب ذا عليك بسبب تحديث زي اول لا الهرجة انا فعلا انا في ذاك المقطع اصلت في جيقا بايت يعني عصبت وقتها لان اي واحد طبيعي يخرب كرته كذا يعصب اول شي بيمسك الشركة بيمسك الشركة بيمسك الشركة يقول هذو هل يصخين من عارف اش ان شاء الله لو كان عندي مسائي بقول اي مسائي لو كان عندي فجاء بقول نفس الكلام انفعال موجود يعني وارد لكن المسألة بعد فترة من شهر شهرين ثلاثة بعد المقطع جاتني اخبار وبحثت في الموضوع اكثر جاني خبر الواحد من تمسبيك برضو وما خرب بس ضعف اداء عنده كرت 780 واحد مساوب برضو عنده 770 ماهو جيجا بايت هذا من اي في جي والثاني من ام ساي والثالث من زي كذا ابدا ما لهم داخل الشركة هذه فئة كروت 700 كان فيها مشكلة معينة وكثيرين يتكلموا عن هذا الموضوع يعني انا بحثت في الموضوع شفت اكثر من واحد عندهم مشكلة 700 بشكل عام فئة كان فيها مشاكل في ناس سلموا في ناس كثيرين عادي ما صارت معها مشاكل الحمد لله ما بقول لك انه كلها خربانة بس في بعضها انا من الناس اللي اتضرروا وكرتي خرب بسبب تحديث فئة 700 كان فيها مشاكل نزلت 900 ما اشتكى منها والان الف ما اشتكى منها 900 ما عادة 970 اللي كان فيها هرجة 3.5 لكن ما خرب هذي اهم هرجة انه محد اشتكى من فئة كروت 900 يعني انه والله حصل خراب بسبب تعريف عن حرق زي كذا لكن فئة 700 حصل فيها مشاكل كثير بس هذه السالفة ماهو جيجا بايت شركة جيجا بايت ما لهم بصراح جيجا بايت كلامي يبقى انه كروت 700 كان فيها مشاكل جيجا بايت ومس اي وي في جي اي وزوتاك اي شركة ايش يساووا ياخذوا الكرت من نفيديا ما لهم دخل في الكرت ياخذوا الشريحة من نفيديا ويحطوا عليه تبريدهم الخاص فيه ناس يحطوا ثلاثة مراوح صغيرة في بعض مروحتين كبار طبعا كمان يحطوا الكولر حقهم اللي هو الهيت سينك كذا حديد على نفس الكرت بحيث انه يبرد تبريد احترافي افضل من اللي هو الرفرنس موديل اللي هو حق نفيديا اللي يجي كذا ابو مروحة يعني تبريد افضل يغيروا منفذ الكهرباء انه يلا يزودوا عشان انه قابلية الـ تزيد عندك اكثر هيدرومز والله يحطوا LED معين حركات كذا معين الوان يغيروا لونه والله يزودوا الـ زي كذا يعني يعطوا اداء شوية للكرت وتبريد افضل احرارة اقل راح تكون اكيد بس اللهم حتى لو تجيب الكرت الاساسي بتبريد عادي ضد هذا فرق 15-20 فرق بسيط ماهو ذاك الفرق اللي ممكن اقول لك خلاص كرت ثانية تحول عشان حط عليه تبريد جيجا بايت او حط عليه تبريد MSI او EVJ ابدا نفس الكرت جماعة اخر لا تفهم غلط المسألة اول على كروت 700 جميع على شركات حصلت معها مو بس جيجا بايت لكن انا انقهرت وقتها وانفعلت وسفلت في جيجا بايت نوعا ما انتظروا مقطع المراجعة القادمة ان شاء الله انتظروا مقطع المراجعة القادمة ان شاء الله راح تشوفوا اداءه كيف راح اعطيكم نصايح معينة ابشروا بالمقاطع الاخرافية ان شاء الله شكرا لكم السلام عليكم